ما لم تكن الشرعية مستقاة من الشعب لن تنفع القمم والاجتماعات والحديث المنمق بديلا عنها وقد لا تجد مثل الحكومة في العراق سلطة فقدت شرعيتها يقينا لا يقبل الشك عبر الشوارع التي ملأها العراقيون هتافا ينادي بإسقاط النظام الذي لم يأل جهدا بتأكيد عدم شرعيته ليس بأنه وليد عملية احتلال فقط بل بالبطش الذي مارسه ضد الشعب فلم يتبقله إلا التشبث بأي محاولة لإثبات الشرعية وليست القمم بعيدة عن ذلك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني عبدالله الثاني وصل إلى بغداد الأحد لعقد قمة ثلاثية تضم رئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي وتناقش عدة ملفات أبرزها الاقتصاد والتنمية ومشروع الشام الجديد إعادة العراق للصف العربي كان الشعار الأبرز للمتفائلين بالقمة تفاؤل لا يبدو في محله بالنظر إلى طبيعة المنظومة الحاكمة في العراق والتي أثبتت ولائها قبل يوم فقط من القمة عندما نادى عناصر ميليشيا الحشد وبحضور الكاظمي نفسه بالولاء لخامنئي وإيران تساؤلات عديدة يثيرها مراقبون عن جدوى اللقاء وإمكانية تنفيذ مخرجاته فمن المسلمات في العراق أن حكومة الكاظمي لا تملك زمام أمرها بل تقف عاجزة أمام الميليشيات إن لم تكن موالية لها والأخيرة ترى في دول الضيفين محورين معاديين لمشروع إيران الذي تتبناه أحزاب السلطة في العراق مشروع الشام الجديد الذي يركز على نقل الطاقة والتجارة لا يتوقع أن من الممكن تنفيذه لا سيما أن موقف الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران كان واضحا منذ أول حديث عنه وهذا ما دفع الكثيرين للتأكيد أنه ولد ميتا لا سيما أن الميليشيات والأحزاب ستعرقل أي تحرك بهذا الشأن ولن تعد وعود الكاظمي قرارات لا تغادر أدراج مكتبه محاولة الحكومة إظهار العراق كدولة تسير بخطا طبيعية نحو التنمية تصطدم بواقع ننفيها على الأرض تتعدد شواهده على الرغم من محاولة الانتهازيين ومقتنصي الفرص مدى طوق النجاة بسلطة تترنح تحت وابل الغضب الشعبي المبتد لأكثر من 17 عاما